قطاع التتوين وتعليم المهنيين آخر الروتشات لانطلاق الموسم الجديد واستقبال المتربسين في تل المراتز التابعة للقطاع عبر تل ربوع الوطن سواء كان في التعليم المهني أو في التتوين المهني أيضا جديد دورة أكتوبر 2021 نستعرضه مع ضيفي في البلاتو سيد ملود بولعونات مدير التعليم المهني بوزارة التتوين وتعليم المهنيين صباح الخير أهل صباح الخير سيدتي شكرا على الاستضافة شكرا لك القطاع يعيش على واقع التحذيرات للدخول الجديد في إطار الموسم الجديد أيضا الانتقاء والتوجيه بعد انتهاء فترة التسجيلات إلى أين وصلت هذه المرحلة شكرا مرة ثانية في إطار التحذير لدخول أكتوبر 2021 بادر القطاع بسلسلة من التحذيرات وسلسلة من اللقاءات مع إطارات مختلف الولايات سواء لقاءات حضورية أو لقاءات افتراضية عن بعد فلهذا الغرض تم تجنيد كل الوسائل وحث جميع المقاطعات الإدارية أو المديريات الولايات من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنجاح هذا الدخول فالتذكير فإن عملية التسجيلات انطلقت منذ شهر جوليا الفارط وتم اختتامها خلال نهاية الأسبوع الفارط وانطلقت مباشرة عملية الانتقاء والتوجيه تحذيرا لإعلان النتائج والانطلاق الرسمي لسنة كوينية 2021-2022 يوم الثلاثة 5 أكتوبر 2021 فاستطيع أن أقول بأن في هذه الدورة عدد هائل من عروض التكوين تم برمجتها ما يزيد عن 320 ألف منصب تكوين جديد في مختلف الأنماط سواء في نمط التمهين أو في نمط التكوين الحضوري أو في نمط التكوين بالدروس المسائية أو نمط التكوين عن بعد وكذلك في التعليم المهني التي سنطلق لها بعد حين فهذه العروض التكوين هذه التي قلتها فوق 320 منصب بيداغوجي تغطي العديد من الميادين والعديد من الشعب المهنية ذات الأولوية في الاقتصاد الوطني أذكر على سبيل المثال لا على سبيل الحصر ميدان الصيد البحري وتربية المائيات ميدان البناء والأشغال العمومية ميدان الكهرباء والغاز ميدان صناعة البترولية ميدان الصناعة السينمائية وهو حديث الساعة مؤخرا ميدان الفلاحة والأغذية الزراعية وكل الميادين ذات العلاقة المباشرة بتطوير الاقتصاد الوطني والتي تمكن من خلق مناصب عمل جديدة لتوظيف خرجي هذا القطاع الاستراتيجي لها طيب أهمية خاصتي لها القطاع أيضا لشعبة التعليم المهني سيد أبو العوينات لأين وصلت عملية التسجيل ثم نعرف بلاية هذا التخصص لمن هو موجه ومن هم المستفيدين منه كي أوضح بأنها في التسمية على الوزارة ووزارة التكوين والتعليم المهنيين فجانب مصار التكوين المهني هو مصار معروف يسير بصفة عادية ومتوازنة منذ الاستقلال والناس كلها تعرف ما هو التكوين المهني مصار التعليم المهني الذي تم إنشاؤه خلال السنوات الأخيرة هو كذلك مصار مكمل لمصار التكوين المهني لكن يخص فئة معينة من شباب هم فئة التلاميذ السنة الرابعة متوسط لنجحوا للمرحلة الثانوية بشرط النجاح للمرحلة الثانوية وطلبوا أن يلتحقوا بهذا المصار كذلك يوجه للتلاميذ لبشروا الدراسة في المرحلة الثانوية سواء في سنة أولى ثانوية أو سنة الثانية ثانوية ولظروف خاصة ما كملوش المصار التانوي بإمكانهم أن يعاد توجيههم لمصار التعليم المهني لينظم في طورين الطور الأول بمدة تلت سنوات يتوج بشهادة التعليم المهني مصنفة في الرطبة الرابعة وتعادل ما نقول أنها لها نفس درجة تصنيف شهادة البكالورية العادية الطور الثاني هو ينظف في سنتين ويتوج بشهادة التعليم المهني العليا يعني شهادة أعلى ترتب كذلك في المستوى الخامس وهذا شيء جديد جينا به لزاد إضافة لهذا المصار لأصبح الإقبال عليه في سنوات الأخيرة زاد الإقبال نوعا ما في انتظار ولما لا السمح لهذا الفئة من تراميد للولوج للجامعة كما هو معمول به في بقية دول العلم لما نتكلم على التعليم المهني يختر في إذهاننا التكوين التقني الذي كان منظم على مستوى الطراب الوطنية كنا لدينا عدد هائل من المتاقن أو ما يسمى بثانويات تقنية في بلدان أخرى تقريب أكثر من 500 أو 600 متقنة كانت موزعة على مستوى الطراب الوطني لكن للأسف مع بروز الأزمة الاقتصادية في بداية الثمانينات حتى أواخر الثمانينات أصبح هذا المصار الذي يرتكز أكثر فأكثر على الجانب التطبيقي في المؤسسات الاقتصادية لا يوجد من يكمل هذا الجانب المهم وبالتالي للأسف تنازلنا على هذا المصار المهم واختزلناه في مصار التعليم المهني لنحاوله كقطاع أمومي كقطاع حكومي شيئا فشيئا أننا ننهض به حاليا 17 معهد لتعليم المهني موزعة عبر التراب الوطني 17 مركزا هل تكفي الاستيعاب طول الطلبات لا تكفي حقيقة لا تكفي الوطن لا تحدث عن الولايات بالقرى النائية حيث ومع التلاميذ بأمس الحاجة لهذا النوع من التدوين أكثر من المدن التبرى حيث تتوفر المدارس والثانويات وإن كان هي عبارة عن معاهد وطنية وتحتوي على أماكن إيواء كذلك ذات طاقة تصل إلى 300 سرير في كل معهد وبالتالي لما نقول 17 معهد مش معناتها أننا نحبس في 17 معهد المجال ما زال مفتوح سنستلم في الدخول لسنة 2022 إن شاء الله تلت معاهد جديدة في انتظار التوسيع التجريجي نوعا ما لبقية الولايات وبقية مناطق الوطن ما يخفش علينا فقط لتذكير بأن لا يمكن إنشاء معهد للتعليم المهني في أي منطقة دون توفر الشروط الضرورية فمعهد التعليم المهني يجب أن يكون في منطقة صناعية في نسيج صناعي هام لأنه يأخذ بعين الاعتبار المتطلبات التنموية للنطقة حتى يوجه الطاقات الشبانية نحو هذه النشاطات مستقبلا بالضبط لأنه يرتكز جانب كبير منه يرتكز على التكوين في المؤسسة الاقتصادية وبالتالي معهد التعليم المهني يجب أن يتواجد داخل نسيج صناعي واقتصادي هام فرغم مقر سكن التلميذ أو التلميذ المطرشحة أو المطرشحة بإمكانه أن يأتي من تبسل تلمسان أو متلمسان للعاصمة وكل الظروف المواتية في انتظار كما قلت الأخت في انتظار توسيع هذه الشبكة شيئا فشيئا ماذا أيضا عن العلاقة بين التخصصات الجديدة خاصة استجابة لهذا النسيج الصناعي العلاقة مع المؤسسات الاقتصادية التي تطلب اليوم تتوينات خاصة في مجالات النشاط الجديدة ما هو جديد الدخول الجديد من ناحية مدونة التخصصات طبع هذا هو العمل الهام ليقوم به القطاع في إطار تحضير كل دخول فنحاول أن نبني أو نبرمج تخصصات تستجيب لإحتياجات المؤسسات الاقتصادية مباشرة في هذا المجال تم عقد وإمضاء عدة اتفاقيات مع مختلف القطاعات المعنية ومختلف الدوائر الوزرية المعنية كنت تكلمت من قبل على ميدان الصيد البحري وتربية المائيات على البناء والأشغال العمومية على الزراعة على الصناعات البترولية على التغذية الزراعية الكهرباء والإلكترونيك كون ماذا عن تخصصات الجديدة التي تستقطب الشباب نتحدث عن التطبيقات الرقمية عن الطاقات المتجددة أيضا شكرا على هذه الملاحظة مع قطاع المكلف بالتكنولوجيات الجديدة هناك معهد خاص في مدينة بوسماعيل يكون في هذا المجال وتأثروا كذلك بالتنسيق مع إطارات القطاع وتأثروا الجزائر الاتصالات الجيري تيليكوب يعني نحاول أن نخصص لكل قطاع سواء في التكنولوجيات الجديدة السمع البصري أو في الفلاحة أو في البناء أو في الصيد البحري نحاول تخصيص مؤسسات مؤسسة أو مؤسسات تكون في مجال معين فمثلا في ناحية الحراش لدينا مركز امتياز خاص بمهن البناء والأشغال العمومية يسير بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية كوسيدار هذا تعبو سماعيل مثلا لدينا في عين الدفلة مع وزارة الفلاحة لدينا في خنشلة مع وزارة الفلاحة لدينا في صبيعات هنا في العاصمة في نواحي أرويبة مع القطاع المكلف بالكهرباء والإلكترونيك في اتفاقية مع مؤسسة شنايدر كذلك يكون في مجال الكهرباء والإلكترونيك طيب ما كيف هو إقبال الشباب على هذا النمط تعليمي المهني خاصة نحن نعيش فترة الانتقاء والتوجيه على غرار التدوين المهني عدد التسجيلات إن كانت متوفرة لحد الآن دور مستشار التوجيه أيضا في ضبط اختيارات الطلبة شكرا بش نكون صريح معاك الأرقام بالنسبة للتسجيلات ما زالت غير مضبوطة لكن خاصة على هذه الميادين اللي كنا تكلمنا فيها مع بعض الإقبال قوي وقوي جدا خاصة في المعاهد الوطنية المتخصصة في أغلب الأحيان يصعب علينا استيعاب كل المطار الشحيحي لكن نحاول دائما فتح فروع منتدبة على مستوى مؤسسات اللي ما عندهاش يعني ضغط كبير حتى ما نحرمش يعني لأغلب عدد ممكن من المطار الشحيحين فيبقى كذلك تبقى عملية عادة بعد كل دخول نمدد بأسبوع أو أكثر أو أقل عملية تسجيل في المؤسسات اللي يكون فيها نوعا ما عجز وفيه في بعض الأحيان كذلك ما نسميه إعادة التوجيه لسلك التوجيه المستشاري التوجيه هما يقوموا به أنه لما يكون فائض في مؤسسة يعني معينة وتكون مؤسسة ميش بعيدة بزاف نعيد توجيه هذه المجموعة من المطار الشحيحين بطبيعة الحال مع ضمان تأطير مع ضمان تجهيزات مع ضمان البرامج كل يعني كل 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 عناصر التأهيل حاول القطاع جمعها وتحضيرها لإنجاح هذا الدخول لبعده بإذن الله لما سحتلوش فرصة في هذا الدخول الأكتوب رح يكون دخول في فيفري يعني إحنا دايما ندير دخول نجدة رح يكون مناصب كذلك مناصب مهمة وتخصوصات مهمة إذن يمكن القول أن هذا النمط مناء التعليم المهني هو أن يتحول إلى خزانة لأطاقات أشبالية في تل القطاعات للمؤسسات الاقتصادية في الأخير فقط ما هو النداء الموجه الآن للشباب وأيضا للمؤسسات الاقتصادية للاعتماد على هذه الطاقات في نشاطها شكرا نبدأ بنداء المؤسسات الاقتصادية نقول يعني القطاع قطاع التكوين والتعليم المهنيين كقطاع حكومي يعمل هو دوره ومن مهامه الرئيسية أنه يكون يد عاملات استجيب لإحتياجات سوق الشغل لكن بيودنا أن المؤسسة الاقتصادية تفتح أبوابها أكثر وتعاون أكثر وترافق الأساتذة سواء الأساتذة على القطاع أو المطار الشحين أو مختلف المتدخلين في عملية التكوين نطلب مساهمة قوية أكثر لأنه في الآخير هذا المنتوج لما يخرج من مؤسسة التكوين سيذهب للمؤسسة الاقتصادية ومجانا لأنه في أغلب دول العالم بحتي على يد عاملة مؤهلة يجب أن تصرفي ضرهم الحمد لله الدولة ما زال تصرف وما زلنا نكونه سواء في قطاع التكوين المهني أو في الجامعات أو في مدارس متخصصة اليد العاملة جاهزة مجانا ما على المؤسسات الاقتصادية إلا المرافقة والمساهمة ومد جسور التواصل نعم جسور التواصل وكذلك لازم تكون عندهم عندك ثقافة لمساهمة في عملية التكوين حتى بالمال لأن هذا الاستثمار سيعود عليها ندائي بالنسبة لفئة الشباب نقول لهم فرصة كما هذه لا تضيعوها كمعاهد كمعاهد حتى مؤسسات خاصة استغلال هذه الفرص التي توفيرها الجزائر أتمنى أن تصل الرسالة أشتر تجزيلا مولود بولعوينات أنتم مدير التعليم المهنية بوزارة التتوين والتعليم المهنية شكرا مشاهدين نوصل دائما معكم بعد هذا الفصل القصير ترجمة نانسي قنقر